قطاع الصناعة في الصين يتراجع في سبتمبر بشكل مفاجأ ويصل عند أدنى مستوى له منذ ست سنوات ونصف مخزونات النفط الأمريكية تهبط بثلاثة ملايين وسبعمائة ألف برميل الأسبوع الماضي وهو أكثر مما كان متوقعا الذهب يتعافى بعد ثقبتها خسائر في الجلستين الماضيتين مع عودة التوقعات برفع معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام موسيقى